موسيقى بالإضافة إلى وقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا فهل تستمر سلسلة التصعيد أم يتم محتواؤها؟ ونختم برنامجنا بتقرير في صحيفة القدس يتحدث عن ضغوط تمارس على الرئيس الفلسطيني وملك الأردن للقبول بما يعرف بصفقة القرن فهل تنجح تلك الضغوط بتمرير الصفقة؟ كونوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم المعارضة السورية وعلى لسان رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري تحمل مجلس الأمن مسؤولية الفشل في منع الجرائم في سوريا بما في ذلك الهجوم على الغوطة الشرقية وعدم اتخاذ إجراءات لردع النظام عن تكرار جرائمه هذه التصريحات ترافقت مع تصعيد وقصف جوي طال مدينة زملكا وأوقع أكثر من ثلاثين مدنيا في قصف جوي ترافق مع نزوح المئات من الغوطة الغوطة تحتضر أكثر من ثلاثين مدنيا سقطوا السبت ضحايا عجز مجتمع دولي أقر هدنة ولم يفرض من كتبت له النجاة من جريمتي قصف النظام وصمت العالم حاول الفرار مع غيره من النازحين هربا من منطقة تحاصرها قوات نظام الأسد منذ خمس سنوات مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أعلن لوكالة فرانس بريس أن الطائرات الحربية استهدفت المواطنين أثناء استعدادهم للخروج من الغوطة عبر معبر حمورية ممرة إنسانية أو هكذا كان يفترض أن تكون لكن طائرات نظام الأسد أبت إلا أن تجعل منها معابرا للموت الأمم المتحدة تقدر أعداد الأطفال في قوطة الشرقية بحوالي 200 ألف طفل أحصت اليونيسيب وروج بضعة آلاف منهم ولا إحصاء للباقين فيها منهم قضى ومنهم لا زال يبحث عن حياة رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري قال إن المدنيين المحرين في الغوطة قد يتعرضون لجرائم إبادة جماعية معتبر أن الأمم المتحدة تقف عجزة عن التوصل لحل سياسي وكذلك عجزة عن وقف القتال وتأمين المساعدة هكذا تختصر الغوطة حكاية مجدرة احتكبها نظام الأسد وعجز العالم عن إيقافها أرحب بداية بضيفنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود الرماوي مساء الخير يا أستاذ محمود وأهلا وسهلا بحضرتك سيد نصر الحريري يقول إن المجتمع الدولي فشل في حماية المدنيين في الغوطة السؤال هنا حقيقة من بقي لم يفشل بحماية حياة المدنيين هل هناك جهة بعينها اليوم تتهم بالتقصير يا سيد الرماوي أم أنه اليوم أكثر من جهة أصبحت مسؤولة عن الدم السوري نعم يعني الجهة المسؤولة هي الجهة الأكثر مسؤولية الجهة المسؤولة بدرجة أولى هم من يأخذون هذه الحرب على المدنيين في الغوطة الشرقية ومن يدمرون المرافق المدنية ومن يمنعون النازحين من النزوح فإذا ما نزحوا يتم قصفهم والذين يمنعون دخول المساعدات الإنسانية والذين يقصفون المرافق المدنية بما فيها مراكز الإغاثة هناك بطيبة الحال مسؤولية يعني مسؤولية الرد هذه تقع على الدول الكبرى في ملنس الأمن الدول الكبرى يعني تقوم بمراقبة الأحداث وتسجيل مواقف لكنها لا تقوم بأي إجراءات ملموسة لوقف هذه المذبحة التي تتم في الهواء الطلق وبدون أي إجراءات اعتراضية جدية على الأرض المطلوب الآمن هذه الدول المنس الأمن الثلاثة بالذات أن تدعو مثلا للقاء لأصدقاء سوريا كان هناك شيء اسمه أصدقاء سوريا الذين يستمعون بين فترة واخرى لماذا لا يستمعون الآن لمواجهة هذا الوضع الطارئ والكارثي وغير الإنساني لماذا توقفت إجتماعتهم في الوقت الذي يجب أن تقت في مثل هذه الظروف لماذا لا يسترون حتى بيان فيما بينهم الدول الثلاث التي تقف ضد روسيا وضد الصمت الصيني فبالتالي يجب أن تكون هناك مطالب محددة من هذه الدول بإمكانها أن تتحرك في أكثر من أطار من هذه الأطار بعث اجتماعات أصدقاء سوريا ثم الكف على الكلام عن موضوع الأسلحة الكيموية لأنه فيما إذا استخدمت لقد استخدمت الأسلحة الكيموية ولا يمتدخل أحد ثانيا يجب أن نكون غير مسبوح بقتل المدنيين بأسلحة غير كيموية بالحديث عن الأسلحة الكيموية هذا شيء خاطئ الأسلحة الكيموية تستحق الاعتراض والإدانة لكن كل أنواع الأسلحة التي تستخدم ضد المدنيين والمرضق المدنية يجب أن يدان ويدان أصحابها ويجب التفكير بإجراءات عملية لوقفهم ابقى معي أستاذ محمود أيضا نرحب بالسيد منذر باخوس سفيرة الاتلاف الوطني السوري في باريس مساء الخير أستاذ منذر وأهلا وسهلا بحضرتك يعني إذا أردنا أن نتحدث اليوم عن المجتمع الدولي والتقصير حيال ما يحدث في سوريا من مجازر ونزيف يومي للدم برأيك ضيفنا الأستاذ الرماوي أشار إلى أنه على كل دولة أن تقف حيال مسؤولياتها وأن نتوقف عن تقاضف هذه المسؤولية بيننا ما هو اليوم المطلوب من المجتمع الدولي للوقف الفوري يعني بعد قرار من الأمم المتحدة لم يتوقف إطلاق النار بعد تهديدات فرنسية بإمكانية ضربة عسكرية منفردة من قبلها إلى أهداف النظام أيضا لم ترتدع سوريا ولم يرتدع النظام هل هناك حل سحري؟ هل نحتاج إلى معجزة اليوم سيد باخوس؟ لا هذا ليس هناك حل سحري ولكن صحيح ما تفضل به الأستاذ الرماوي صحيح تماما والمعارضة وكل الناس يقولون ويحملون مسألة الكارثة السورية للمجتمع الدولي وإلى دول بعينها هي الدول الأكثر نفوزا ووزن في الساحة الدولية هذا صحيح ولكن هذا لن يغير شيء نحن أمام هذه الكارثة سبع سنوات وليست هي الأولى من نوعها نحن نعرف أن الخلل الحقيقي اليوم هو في منظمة الأمم المتحدة وعلى وجه التحديد في ميساق الأمم المتحدة ميساق الأمم المتحدة الحالي ومن ضمنه آلية عمل مجلس الأمن هو نتاج الحرب العالمية الثانية والذي كان يمكن أن يصير في ظروف الحرب الباردة التي اليوم يعاد إنتاجها بشكل آخر ويفق الظروف الدولية الجديدة في عالم العولمة هذا وضع آخر تماما من غير المعقول أن تقل الأمور على حاله أن تكون هناك خمس دول كل منها يملك حق الفيتو الحالة السورية أثبتت على أن هناك بلد واحد يستطيع أن يعطل المجتمع الدولي برمته هل هذا يعكس قانون الدولي فلنقد مبادئ حقوق الإنسان على الإطلاق لا يجب إعادة النظر في مساق الأمم المتحدة لقد تجاوز الزمن هذا المساق اليوم هناك قوى أخرى في العالم قوى كبيرة لا تقل أهمية عن الدول الخمسة دائمة العضوية هناك اليوم ألمانيا هناك اليابان هناك الهند هناك البرازيل وأستطيع أن نعدد حوالي 10 أو 15 دولة ذات وزن كبير سواء اقتصادي أو سياسي أو ديمغرافي وهي في حالة ربما تكون من الناحية التجرد السياسي أفضل معظم هذه الدول هي شبح حيادية بالمفهوم النسبي وليست منخرطة بكل القضايا الدولية وبمصالح أقول مصالح وتحتها عدة خطوط في ساحات كثيرة من العالم هذه الدول ليست وحدها القادرة على أن تدير المجتمع الدولي يجب إعادة النظر في مساق مجلس أمن ويصبح التصويت بتلتي أعضاء المجلس موسع في أعضاء دائمين يصلون إلى 10 أو 15 عضو عندها يمكن أن يمر قرارات تلبي حاجات المجتمع الدولي تلبي حقوق الحرية وحقوق الإنسان اليوم دولة استطعت أن تسقط حوالي 14 مشروع قرار للأمم المتحدة من حوالي 10 أو 11 قرار يتعلق بالسلاح الكيميائي هناك استعمال السلاح الكيميائي بسوريا ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق ولا يستطيع أن يفعل هناك اليوم محادثات كما نعرف ومحمها حكات بين الدول الكبرى وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة ولا أحد يعرف كيف ستنتهي وقد تنتهي بشكل سيء بالحقيقة ولكن ليست هناك أي آلية تسمح بحل القضايا الدولية ضمن الآلية المتبعة اليوم في الأمم المتحدة نحن ننتقل الأمم المتحدة ولكن من وسوف نبقى ننتقل ولن يكون هناك حل على الإطلاق قد يكون هناك ضغط إلى كل العالم يجب العالم أن تحمل مسؤوليته ويعيد النظر في مثاق الأمم المتحدة وفي مجلس أمونا على وجه الخصوص وإلا لن يكون هناك حل قد تكون هناك ضربات أو تحركات عسكرية ولكن لن تحل الموضوع على الإطلاق المسألة السورية أصبح مستباحة نعم أو هذا السؤال يعني أصبح الشغل الشاغل بعد أحداث السنوات الأخيرة في المنطقة وعجز بالفعل الأمم المتحدة عن تقديم حلول لها أو على الأقل الحد من تدهور الأمور أعود لحضرتك أستاذ محمود الرماوي لطالما نفت روسيا مخطط التنظيم وتقول بأن التقسيم عفوا وتقول بأنه يجب أن نتصدى لأي سيناريو تقسيمي اليوم في سوريا ولكن في نفس الوقت نرى أنه في عمليات تهجير جماعية كما حصل في حلب ويحدث اليوم في الغوطاء وكأنه يتم تفريغ المنطقة من أهلها وإعادة توزيع ديموغرافي إلى أي مدى بإراءة حضرتك يستوي هذا الخطاب بأنه ضد التقسيم وبنفس الوقت في إعادة فرز ديموغرافي في البلد يعني التقسيم هذا واحد من المخاطر لكنه ليس الخطر الوحيد ليس المحذور الوحيد التدمير والتهجير هذا لا يقل خطرا وخطر أفدح من خطر التقسيم الآجل والبعيد روسيا للأسف ضالعة وشريكة في هذه الحرب التي تجري على المدنيين وعلى المرافق المدنية وهي ترعى عمليات التهجير أكثر من مرة وكما حدث في حلب وتهجير بطريقة لا إنسانية لا يكتفون باقتلاء الناس من بيوتهم ولكنهم يطاردونهم بالقصف أيضا كما حدث في حلب وبالتالي فالكلام عن التقسيم فقط هذا مجرد تسطر على أخطاء وخطايا أخرى تشارك فيها للأسف روسيا باستهداف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية والفضة وأريد بالمناسبة أنه يجب أن يكون هناك حل الأمم المتحدة هي أعضاء الأمم المتحدة سبق لدول كبرى أن تدخلت في البلقان بقرارات دولية وبدون قرارات دولية بريطانيا أخذت مواقف تسعودية ضد روسيا بدون قرارات دولية طيبة الحال بما تعلق بموضوع سيادي لكن من يريد أن يعمل بإمكانه أن يعمل هناك في مجال لفرض عقوبات على روسيا تغيير الخطاب نحو روسيا بحيث لا يقال دائما على روسيا أن تضغط على النظام في دماشق لا روسيا ما هي الشريك الخطاب نحوها يجب أن يتم على هذا النحو على روسيا أن تتوقف عن المشاركة في حربها ضد المدنيين لو كانت هناك نية صادقة أو جدية صادقة لاتبعوا هذه الخطوات لكن يبدو هناك للأسف حسابات بركماتية حسابات عملية مصالح دول بالمعنى الضيق لمصلحة الدول علما بأن هذا يهدد الأمن والسلام الدولي عندما تنفرد دولة باجتياح الدول الأخرى وتستبيح حرمة الحياة البشرية وتقوم التدمير هذا يهدد دول أخرى كثيرة قبل مثال سوريا كان هناك مثال جورجيا ثم شبه جزيات القرم القرم ثم أوكرانيا وبالتالي فأن هناك خطر كبير للأسف يمثل هو السلوك الروسي في هذه المرحلة روسيا دولة مهمة وأساسية في مدنس الأمن ومن دول عالمنا لكن يجب أن تحترم إرادة الشعوب وحق الشعوب في الحرية والكرامة وأن تحافظ على السلام والأمن الدولي وأن تلتزم وتحترم ميثاق الأمم المتحدة نعم عود لحضرتك سيد منذر دعنا نعود إلى أحداث الأمس واجتماع الأستانة التي غابت عنه المعارضة السورية وأيضا غابت تمثيل النظام السوري وتم التأكيد على أنه يجب احترام مسألة أو موضوع مناطق خفض التوتر والمضي قدما بالاتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها سابقا أما على الأرض اليوم الغارات مستمرة النزوح مستمر حوالي 20 ألف بعض التقارير تتحدث بأنه خرجوا أمس الخميس والجمعة من الغوطة على الأرض لا يتم تنفيذ أي شيء ما هي جدوى هذه الاجتماعات ما هي جدوى هذه المسارات السياسية التي لا يبدو أن أي واحدة منها قادرة على تقديم الحل الآن نعم هذا مثال مهم جدا وذي دلالات كثيرة أنا متفق تماما على أن اجتماع أستانة الذي حدث البارحة لم ولن يقدم أي حلول على الإطلاق عملية أستانة برمتها التي وصلنا الآن إلى 8 أو 9 محطات في المحطات السابقة كانت تشارك فيه المعارضة والنظام بممسلين بالإضافة إلى الدول السلاس الضامنة ولم يتغير شيء على الرغم كل ما يقال على أنه سام فيه اطلاق النار وخلق مناطق مقبضة التصعيد على الإطلاق المناطق الأربعة التي حدثت هي ليست سوى مناطق نفوذ بالحق حتى الآن وإذا أخذ نظرنا إلى الأمور بمنظور وقف اطلاق النار أين هو منظور اطلاق النار عندما يوم تباد الغوطة على الرغم أن الغوطة هي أحد مناطق الأربعة التي هي مشمولة بمناطق خفض التوتر وهناك اتفاق حدث بين ممسلين عن الفصائل الموجودة في الغوطة وعن ممسلين روسيا وحدث بوساطة مصرية لكن لا يحترم على الإطلاق ومثله أيضا يحدث في الريف الحمصي في شمال حمص وفي الريف حماه أيضا وقد يحدث لاحقا في إدلب هذا عبارة عن غطاء سياسي للأوضاع المدانية التي حققتها روسيا على الأرض منذ تدخلها في سوريا سنة 2015 حققت مكاسب كبيرة للنظام وللحلفاء الآخرين التغطية السياسية لها جاءت عبر أستانا لكي تستطيع أو تكون هذه الاتفاقات هي الغطاء السياسي للتحولات الميدانية التي حدثت على الأرض والتي خسرت بنهايتها المعارضة معظم ما كانت تملكه لن أدخل كم من المساحة يسيطر عليه هذا الطرف أوزاق هذا موضوع متحول باستمرار وللأسف ليس للإطلاق صالح لا المعارضة ولا الشعب السوري على الإطلاق نعود مرة أخرى إلى الحل فعلا أنا أيضا أريد أن أقول مسأل أمم المتحدة بالنهاية ليس لذينا اليوم نحن كمعارضة وكشعب السوري أي حلو ولا خيارات على الإطلاق لم يبقى إلا أن نضغط على المجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته التاريخية لماذا تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في نهاية حرب البوسنة بعد أن قامت أيضا تصفيات عرقية مذهبية من قبل الصرب ضد المسلمين المسلمين البوسنة وكذلك لاحقا حدث شيء من هذا القبيل في كوسفو حدث أيضا شيء في موقف الأمم المتحدة تركت الحرب العراقية الإيرانية ستة سنوات للتدمير الذاتي هناك بلدين عملاقين قاموا بتدمير بعضهما بطواطم بالمناسبة من الدول الكبرى عندما أصبحت أمور تهدد أن المجتمع والأمن الدولي تدخلت أمم المتحدة وأنهت الحرب لماذا لم يحدث حتى الآن وبعد سبع سنوات من أكبر كارثة عرفها المجتمع الدولي في التاريخ الحديث لأنه أيضا هنا أقول وقد أشار إلى زارك الأستاذ الرماوي هناك مصالح في سوريا اليوم سوريا اليوم أصبحت كعكة تتقاسمها الدول على الصعيد الدولي وخاصة الإقليمي اليوم سوريا أرض مستباحة وباعتبار أن الجميع لهم مصالحهم وللأسف أصبحت الأدوات سورية هناك حرب بالوكالة العديد من أدواتها سوريون يقوموا بها هذا ما ترك الشعب السوري ضحية لأكبر كارثة في العالم الحديث بمشاركة الدول على صعيد دولي ودول إقليمية بامتياز وليس لهناك أي أفوق للحل سوف يكون مخطئ من يعتقد على أن المعارضة ولا الفصائل الموجودة اليوم تستطيع أن تربع حرب ولا النظام يستطيع أن يربع حرب وبالتالي عملية التدمير الذاتي سوف تبقى مستمرة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لا أقول أن ننتظر حتى يعاد النظر في مساق الأمم المتحدة ولكن يتحمل مسؤوليته من اليوم ويفرض حل دولي يكون عادل ويحقق معظم على الأقل من تفض من أجل الشعب السوري سنة 2011 ويفرضوه بالقوة ليست هناك حلول أخرى وآمل ضمن الموازين الحالية هناك سلاس دول صديقة وتهتم بمطلعة الشعب السوري هي الدول السلاس الغربية والصين ربما تكون نصف نصف وروسيا في النهاية يجب أن تزعن لرأي المجتمع الدولي وتقبل بحل ينهي نظام الطاغية برمته ويضع مبادئ لسوريا جديدة سوريا دولة المواطن والقانون سوريا تعددية سوريا بدولة كدولة مدنية ليس هناك أي حل آخر من يريدون سوريا منهم آخر أيضا سوف يساهموا شاءوا أم لم يشاءوا بحسن نية أو بسيوء نية بمزيد من تدمير ما تبقى من سوريا نعم سيد الرماوي دائما نتحدث عن مسؤوليات المجتمع الدولي دور الأمم المتحدة ولكن أين مسؤولية الدول العربية اليوم ما عدنا نسمع ولا حتى بيان تنديد أو شجب لما يحدث من مجازر يومية غياب الصوت العربي والموقف العربي حيال ما يجري في سوريا أيضا كيف تراه وإلى أي مدى يساهم ربما بتفاقم الموضوع نعم للأسف شديد الاهتمام العربي انحصر إلى حد بعيد هناك أولويات عربية قطرية أو محلية أصبحت تطغى على الاهتمامات لهذا البلد أو ذاك بالإضافة إلى وجود بؤر توتر ملتهبة ما زالت في دول أخرى مثل اليمن وليبيا والعراق لكن لكن إذا ابتعدنا عن الواقع العربي الرسمي فإن الواقع الشعبي الواقع الأهلي المجتمعات الأهلية للأسف فإنها لا تبدي لا تبدي يعني تفاعلا يعني بمستوى أخلاقي مع هذه المحنة والكارثة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق هناك نوع من من اللابوبلا من البلادة حتى يعني حيال هذه المأساة المتوالية فصولا دون ارتفاع صوت عربي ولكن يجب أن تكون المبادرة أيضا من طرف الأخوة السوريين أصحاب الشأن يجب أن تكون هناك مبادرات أهلية أكثر نشاطا من قبل يعني الاتحادات والمنظمات والهيئات المهنية يعني والنقابية لإصال صوت سوريا إلى العالم وللتبصيره بحجم الكارثة التي لا يراد لها أن توقف يعني قبل قريرنا تحدث عن روسيا روسيا لم تستخدم مرة واحدة عبارة وقف اطلاق النار أبدا يستخدمون عباراتهم وهوها مثل خفض التصعيد وخفض التوتر الكارثة يراد لها أن تستمر يعني يراد التضحية بسوريا كما قيل في السابق في الماضي بأن الشعب الفرنسيين شعب فاض عن الحاجة ديمغرافيا من أجل تعزيز الكيان الإسرائيلي الآن يعامل السوريون كما لو أنهم شعب فاض عن حاجة للأسف شديد شكرا لك شكرا لك سيد رماوي سؤال سريع باختصار أستاذ منذر لو سمحت أيضا عن الدورة التركية الآن يعني تركيزنا كله على ما يحدث في الغوطة ولكن هناك جبهة أيضا جبهة السنزاف أقرى في عفرين والدور التركي فيها إلى أي مدى ترى بأنه في مطامح لتركيا أبعد مما هي معلنة اليوم من خلال معركتها في عفرين بالأساس كان الدور التركي الحقيقة إيجابي ويجب أن نعترف بكل شفافية ونزاهة على أن تركيا لعبت دور مهم وقد استقبلت حوالي أكثر من ثلاث ملايين لاجئ سوري وهذا بالحقيقة بحد ذاته عمل كبير جدا وكان موقفها لسنوات إلى جانب الشعب السوري عبر المحافل الدولية التي كانت تجري في السنوات الأولى من الثورة لكن للحقيقة عندما حدث مشكلة إثقاط الطائرة وحدث تموضع في العلاقات التركية الروسية حدث بعد التحول في الموقف بالتأكيد وأصبحت تركيا مع المحافظة على موقف إيجابي من الشعب السوري بالتأكيد لكن برزت هناك حاجات أخرى جديدة بعضها مفهوم ذو طابع اقتصادي وبعضها أيضا بالحقيقة لم يكن بالضرورة ينطبق مع مزيد من التصدي لعداء الشعب السوري وللعملية الإبادة التي تتم ضد الشعب السوري وقواه الوطنية هذا يجب أن يتم من نظر إليه ولكن بالمحاصلة كان الموقف التركي ولا يزال إلى حد بعيد مساند للشعب السوري لكن هناك حالية جديدة بالتأكيد منها الحرب القائمة اليوم ضمن الحرب هذه مسألة أخرى شكرا سيد منذر ماخوس سفير الاتلاف السوري الوطني في باريس كنت معنا وأيضا سيد محمود الرماوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من عمان حرب الجواسيسي بين موسكو ولندن تتصاعد فموسكو ترد على لندن وتعلن عن عزمها على طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا خلال أسبوع واعتبرتهم أشخاص غير مرغوب بهم بالإضافة إلى وقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني البريتش كونسل في روسيا وزارة الخارجية الروسية قالت أن هذا الإجراء جاء ردا على الأعمال الاستفزازية التي قامت بها لندن واتهاماتها التي لا أساس لها بشأن حادث الرابع من أذار مارس في منطقة سالسبري في إشارة إلى تسليم العميل المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا جاء الرد الروسي بالمثل وبالعدد نفسه 23 دبلوماسيا بريطانيا اعتبرتهم موسكو أشخاص غير مرغوب فيهم وأمهلوا أسبوعا واحدا للمغادرة رد كان متوقعا ومنتظرا إلا أن روسيا ذهبت أبعد من ذلك ولم تكتفي بطرد الدبلوماسيين بل قررت أيضا وقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا بذريعة عدم نظامية وضعه في البلاد وكأنها تقول التواصل بعد اليوم لن يكون إلا باللغة الروسية لندن التي ما تزال تحقق في قضية تسميم الجاسوس المزدوج وتصر على ضلوع روسيا بعملية التسميم وانتهاكها للقانون الدولي لم تستغرب الخطوة الروسية وأكدت عبر رئيسة الوزراء تيريزامي أن الخطوات المقبلة قيد الدراسة والتفكير اليوم الحكومة الروسية أبلغت سفير بلادنا في موسكو بالإجراء الذي اتخذته روسيا ردا على قرار بريطانيا ترضى الدبلوماسيين الروس توقعنا ردا روسيا من هذا النوع وسيجتمع مجلس الأمن القومي مطلع الأسبوع المقبل لنظر في الخطوات المقبلة نار الجواسيس أشحلت بين الدب الروسي وبلاد شكسبير نار لا تستطيع ثلوج البلدين إخمادها قريبا فتراشق الاتهامات وصل حد تسمية الأشخاص بأسمائهم حيث أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بملء الفم أن لندن تتهم كريملين بوتين وليس روسيا واضع يده بذلك على محرمات روسية تمنع المساس برئيس يستعد خلال اليومين المقبلين لاستقبال ولايته الرابعة كرئيس لروسيا هي ضربة ارتدادية إذن لزلزال ضرب علاقة لم تكن يوما بالممتازة بين لندن وموسكو علاقة لم يكن للثقة ما كان فيها فتاريخها حافل بأسماء الجواسيس أبحث هذا الملف مع ضيوفي أرحب بالستوديو بالدكتور سعد ناجي جواد أستاذ العلوم السياسية مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك وأيضا من موسكو أرحب بسيد سيرجي شاشكوف الخبير بالشأن الدولي مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك سيد سيرجي دعنا نبدأ من نقطة التصعيد الحاصل اليوم والصقف الذي ممكن أن تتوقع أن تصل إليه هذه التهديدات وترضى الدبلوماسيين المتبادل ما هو الصقف المتوقع لهذه الأزمة تفضل مع الأسف الشديد بلغت شدة التوتر في العلاقات الروسية البريطانية درجة عالية جدا لا شك في أن الحقيقة تتضح عجلا أم أجلا أما ما يجري حاليا في لندن فوصفه وزير الخارجية الروسية سيرجي رابروف بمسرحية خطيرة وبالفعل الاتهامات التي وجهتها لندن هي ليست ضد روسيا بشكل عام بل ضد الرئيس بوتين على وجه الخصوص واستخدمت لندن عبارات غير موجودة في القموص الدبلوماسي واتخذت الإجراءات القاسية قبل أن اتدحت الحقيقة وبدون أي تحقيق فبالفعل هذه الاتهامات غريبة عجيبة يعني بغض النظر ولكن كان روسيا في البداية قالت بأنه إلى حين أن تتوصل التحقيقات في بريطانيا إلى استنتاج لن يكون لنا رد التحقيقات هنا في بريطانيا بيّنت أن غاز الأعصاب الذي استخدمه في تسميم العميل السابق الروسي السابق لا يصنع ولم يطور إلا في موسكو هذا ما جعل دائرة الاشتباه ضيقة جدا ومن المعروف بأن هذه الأسلحة لن تستخدم إلا بإذن رأس الدولة مباشرة سيد سرغي أولا الاتهامات تم توجيهها بعد ساعة معدودة من الحدف المؤسف الذي وقع في الرابع من الشهر الجائي ليس هناك أي أدلة أي برهان يدل على أن هذه المادة سمّة بالمناسبة لحد الآن لا أحد يعرف إن كانت هناك النوعية بالضبط التي تم استخدامها في ارتكاب هذه الجريمة هل هو كان غاز أو مصحوق أو أي شيء بينما اتهمت لندن الجانب الروسي مباشرة ورأسا وحتى باستخدام الاسم غير معمول به أصلا لا بالتحاد السوفيتي ولا بروسيا ولما قدمت روسيا جهزيتها للندن في إجراء التحقيق فكان الاستعداد هذا مرفوضا ووجهت لندن إلى منظمة منع الساحة الكيميوية اتهاما لروسيا بأرتكاب هذه الجريمة وبالفعل هذه الجريمة بدون تحقيق عن أوليا دكتور سعد يعني نعود إلى هنا إلى الداخل البريطاني بعض الأصوات قالت ربما كان هناك تسرع بريطاني في التعامل مع هذا الملف ما هو تقييمك للرد الفعل البريطاني السريع الذي جاء بهذا الشكل وأيضا ما هو ثقف التصايد الذي نتوقعه بالتأكيد يعني التصريحات البريطانية هي تتجه نحو التصعيد والتصعيد الكبير أيضا وليس تصعيد هي وخاصة تصريح وزير الخارجية والشيء المؤسف أن هذه التصريحات أتت قبل أن يكون هناك تحقيق يعني لحد الآن اليوم نقرأ نحن أن الشرطة لا تزال تجري تحقيقات ولقاءات ومتابعات لمسيرة الجاسوس نفس الذي يعني تعرض لهذه المحاولة ولم يصلوا إلى نتيجة فلم يكن هناك أي دليل واضح على هذا الشيء الشيء الثاني المؤسف أو الخطير أيضا هو أنه المجتمع أو الساحة السياسية البريطانية انشقت إلى شقين يعني بعد تصريح رئيس حزب العمال وهو ثاني أكبر حزب بريطاني بأنه هو لا يبرأ روسيا ولا يتهمها ولكن يجب أن لا يكون هناك تصعيد وعودة إلى الحرب الباردة لأن هذا هو في غير مصلحة أوروبا والعالم وإذا به يتهم من صحف يومية يعني شعبية كثيرة كثيرة الانتشار بأنه دمية روسية وجاسوس روسي وما شابه ذلك بحيث يضطر الرجل إلى أن يكتب مقال في القارد حتى يوضح موقفه دكتور سعد يعني إذا عدنا إلى صوابق لم تكن العلاقة تتسم بشهر العسل إذا جاز التعبير بين البلدين يعود تاريخ هذه الخلافات إلى سبعينيات القرن الماضي آخر حادثة مشابهة كانت عام 2006 أيضا في مقتل عميل آخر روسي هنا في بريطانيا يعني هذه ليست الصابقة الأولى في صوابق تدل على أنه كان لروسيا دور في عمليات مشابهة والتحقيقات الأولية أشارت إلى أنه غاز أعصاب لا يتم تصنيعه إلا في روسيا ولم يطور إلا في روسيا يعني لا يوجد أي شخص عاقل أو مطلع يمكن أن يبر المخابرات الروسية وقبلها السوفيتية من جرائم من هذا النوع ولا المخابرات الأمريكية CIA ولا المخابرات البريطانية بدليل أنه من شدة حرصهم على هذا الشخص المخابرات البريطانية والأمريكيات وافقوا على استبدال أربع جواسيس روس مسجونين في روسيا بعشر آخرين موجودين لأهميتهم أو لتقديرهم لخدماتهم هذه مسألة في عالم الجواسيس موجودة ومستمرة ولكن لم يكن هناك تصعيد بهذا الحجم مثل الذي نشهده اليوم أنا أعتقد بكل تواضع أنه هذه العملية هي عملية CIA عملية دفع من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع روسيا وبوتين في زاوية حارجة بعد أن أظهر السيد بوتين بعض التجاوزات من وجهة نظرهم في عرض أسلحة جديدة في تحديهم في قوله أن أي مساس بأي حليف من حلفاء روسيا ممكن أن يؤدي إلى حرب نووية ونحن لا نقفعد أي حد في حماية حلفانا هذا هو سبب المشكلة الأساسية مع بين الطرفين نعم أعود لحضرتك سيد سيرجي يعني اليوم تتردد مجددا كلمة الحرب الباغدة هل برأيك نحن نتوجه نحو هذا الخيار بين موسكو اليوم والعواصم الأوروبية عشان ما أشمل وأقول أوروبا بأجملها مع بعض العواصم الأوروبية هل سنشرد اليوم تاريخ جديد من الحرب الباردة مع الأسف الشديد يجب الاعتراف بأن بعد العواصم الغربية وقفت إلى جانب لندن وعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا دعمها للموقف البريطاني من هذا الشأن بينما العملية هذه يجب أن يكون لها سبب فهل هي هل هناك أي نفع أو فائدة لروسيا في ارتكاب هذه الجريمة من هو هذا الشخص الذي تعرض للاعتداء هو نعم هو كان عميلا جسوسا بريطانيا بالمناسبة وليس جسوسا روسيا كان يعمل لصالح الاستقبارات البريطانية ولكن هو تقاعد من الاستقبارات العسكرية العامة في روسيا عام 1999 وقبض عليه في عام 2004 وكل المعلومات التي كانت تتوفر لديه أن ذاك انقرضت فهو مقيم في المملكة المتحدة منذ 2010 وهناك شيء آخر ابنته وهي مواطنة روسية تعرضت للتصميم هذا أيضا فهل هناك اي نافع او اي فائدة للجانب الروسي والرئيس بوتين قبل اسبعين من الانتخابات الرئيسية في روسيا باجرام اي شيء مماثل يعني هذا لا أساس له اصلا لا جدوى ولا منطق فبالفعل هذه العملية سلسلة يعني حالة من السلسلة الطويلة في الهجومات الاعلامية والسياسية والديبلوماسية والعقوبات الاقتصادية في محاولة وضع روسيا تحت الدغة المتعاظم نعم دكتور سعد سؤالي الأخير لحضرتك يعني ما هو المتوقع أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي كل من فرنسا وألمانيا أعلنتا دعمهما لبريطانيا في هذا الموقف نتوقع موقفا موحدا من الاتحاد الأوروبي إذا نسيما إذا ما تقرر فرض عقوبات يعني الآن موقف فرنسا الذي تغير تقريبا 180 درجة من السكوت ومن عدم الاتهام إلى الاتهام والوقوف إلى جانب بريطانيا وألمانيا طبعا وقفت نفس الموقف دول مثل السويد وتشيكي تشيكي عفوا رفضت اتهام روسيا لها بأنها هي من يصنع هذه الأنواع من الغازات أيضا هذا كل يدلل على أن هناك تصعيد في المواقف ضد روسيا الاتحاد الأوروبي لحد الآن لم يظهر أي موقف أنا لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون موقف مثل موقف هذه الدول وأنا أعتقد أنه لحد الآن يعني على الأقل الرد الروسي هو هادئ مقابلة بالمثل وليس تصعيدا وهم ينتظرون الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز بها الرجل ثم بعد ذلك أنا أعتقد إذا كان هناك التصعيد سيبدأ بعد الانتخابات وهذا حتى هذا التصعيد أنا لا أعتقد سيكون إلى الحد التي تكون بمجابهة حادة ما بين الطرفين أو حرب ما بين الطرفين أو حتى عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا طيب ما عليك كنت قلت لك سؤال الأخير في سؤال الأخير مسيرات الرد يكون بإجاز طبعا هناك مشاكل جمع تواجهها اليوم تيريزا ميل في داخل حكومتها وقضايا بريكزيت هذا هام لوحده وأيضا تحدي على الانتخابات الروسية في روسيا إلى أي مدى الزايمين قد يستفيدان أصلا من هذه المعركة باختصار دكتور يعني الآن فيما يبدو أنه سيدة تيريزا ميل حققت بعض النجاحات بحيث أنه هي الآن استقطبت بعض التعيد لها لكن هذا قد لا يطول أو قد لا يطول عفوا لأنه أصلا التحقيقات لحد الآن لم تثبت شيئا وهو هذا الذي يركز عليه سيد كوربين في كلامه وفي مقالته وفي الصحف التي تؤيده مستر بوتين يمكن الآن هو في موضع يعني ربما هناك من يقول أنه قتل هذا الجاسوس قوميا سيزيد من شعبيته الذي يتجسس على روسيا لا يمكن أن يتركه هذا ممكن أن يفيده لكن أنا أعتقد هو فائز بدون هذه العملية شكرا لك جزيل شكر دكتور سعد ناجي جواد أستاذ العلوم السياسية وشكرا لك سيد سيرجي شاشكوف الخبير بالشأن الدولي كنت معنا من موسكو صفقة القرن أو صفعة القرن تعود إلى الواجهة من جديد بعد كشف مصادر مطلع على أن دولتين عربيتين تمارسان ضغوطا على الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتغيير موقفهما الرافضين أو الرافض لما يسمى بصفقة القرن فصحيفة القدس كشفت عن زيارة سرية قام بها جاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي إلى عاصمة عربية لبحث موقف الرئيس عباس وموقف العاهل محاولة لإقناع هذه العاصمة بممارسة ضغوط على الجانبين قيادات فلسطينية كثيرة حذرت من هذه الضغوطات وأبدت انزعاجها من المواقف التي تتبنها بعض الدول العربية والتي تمارسها من أجل إجبار الفلسطينيين بالقبول بهذه الصفقة يقترب موعد إعلان صفقة القرن الصفقة المعدة والمتفق عليها أمريكيا وإسرائيليا وبتماهي بعض الدول العربية معها يكثر الحديث هنا عن تآمر العرب على قضيتهم الأولى من أجل إرضاء إدارة ترامب وتحقيق مكاسب سياسية وما يحاك سرا بات اليوم واضحا كوضوح الشمس وصحيفة القدس الفلسطينية كشفت عن وجود ضغوط عربية تمارس على ملك الأردن والرئيس الفلسطيني لتغيير موقفهما من الصفقة والانخراط فيها واستحديث عن زيارة سرية لصهر ترامب جاريد كوشنر عربي صفقة القرن إلى عاصمة عربية لحثها على ممارسة ضغوط على كل من عباس والعاهل الأردني الفلسطينيون يعتبرون أن تساوق بعد الدول العربية مع الصفقة طعنة في الظهر وتخل عن حقوقهم لصالح دولة الاحتلال وتفريط من دون مقابل ضغوط كبيرة يواجهها الأردن أيضا لدفعه للموافقة على بنود الخطة ضغوط اقتصادية ووعود باستثمارات كبيرة في حال إبداء عمان ليونة في الطاعات مع الصفقة فيما وصلت التهديدات إلى حد نزع الوصاية الأردنية عن الأماكن الدينية والمقدسة في فلسطين الوضع الاتصادي والضغط الذي علينا من وراء مواقفنا السياسية وفي مرات رسائل يمشون معنا على موضوع القدس ونحن نخفف عليكم صفقة القرن ستعلن وهي الآن تخضع لللمسات الأخيرة ولن يكون هناك أسهل من الكلام والتصفيق الذي سياليه في السر أو العلن لكن على الأرض قد يكون تطبيقها مستحيل ومفتاحها بأيدي الفلسطينيين وحدهم وهم الذين لم يهدؤوا منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها في شهر أيار مايو المقبل فكيف بتغيير ما تبقى لهم من دولة وما هو مطروح باسم السلام ربما لن يعرف السلام بعدها أبدا لبحث هذا الملف أرحب بضيفي من عمان بسيد عبد المجيد سويلم المحلل السياسي مساء الخير أستاذ عبد المجيد وأهلا وسهلا بحضرتك يعني بغض النظر إذا ما كانت هذه الضغوط قد تنجح بالفعل بجعل السيد عباس وربما العاهل الأردني يقبلان بهذه الصفقة المعروفة باسم صفقة القرن حقيقة بغض النظر عن الضغوط ما هي الخيارات أصلا الموجودة أمام السلطة اليوم سوى ربما القبول بهذه الصفقة التي يبدو بأنها ستفرض فرضا عليها ولن يبقى مجال أمامها إلا قبولها لا أعرف لماذا هذا الاستنتاج إما يعني يعني قصدت لأنه حصار وقف تمويل نعم حصار وقف تمويل تضييق سياسي على الأرض ملاحقات وخنق للمساحات المتبقية نعم هذا ما قصدت بأنه قد لا يبقى خيار نعم نعم لا أنت على حق يعني نحن نتحدث عن ضغوط حقيقية وليست مصطلعة ولا مفتعلة نعم هذا صحيح ولكن دعيني أقول بأنني لا أرجح أن هذه الصفقة ستعلن قريبا لأسباب كثيرة لعل أهمها أن هذه الضغوط التي تفضلتم بالحديث عنها لم تجدناف عن حتى الآن وأعتقد أن هذه الإدارة ليست معنية بطرح هذه الصفقة أو الصفعة وهي تعرف جيدا بأنه لا جدوى حقيقية وهو شكل يمكن صرفه في أي بنك فلسطيني أو أردني حتى لذلك لا أعتقد بأن مثل هذه الصفقة ستعلن قريبا أما وأنه يقال بأنها ستعلن وهذا ممكن في نهاية المطاف سواء قريبا أو في المدى المتوسط فأنا أعتقد أن رفض هذه الصفقة ليست طرفا سياسيا وليست مغامرة سياسية من قبل يعني الرئيس أبو مازن أو من قبل يعني جهالة الملك عبدالله الثاني هذه مسألة تتعلق بوجودهم بحقوقهم الوطنية بمفهومهم لمستقبل بلدانهم ولذلك لا أعتقد أن هذه المسألة يعني يعني يمكن أن تمر بأي حال من الأحوال أنا أقول يمكن أن يحدث نوع من تغيير بنود هذه الصفقة وتعديل عليها وفي حينه يمكن أن أتفهم بأن ضغوطا ما يمكن أن تجدي نفعا وأن تؤدي إلى يعني الذهاب إلى منطقة حلول وسط أما الآن كما هو معلن وكما نعرف البنود التي يتم الإعلان عنها فأنا سيدة الفاضلة لا أعتقد بأن هذه الصفقة ستعلن قريبا وإن أعلنت فأنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك أي جدو حقيقية ولن يتغير شيئا لا في الموقف الفلسطيني ولا أعتقد أيضا أن الموقف الأردني سيتغير وهل تعتقد بأن الضغط الذي يمارس اليوم من قبل بعض العواصم العربية على السيد محمود عباس وعلى العاهل الأردني كما كشفت صحيفة القدس سيؤدي إلى نتيجة لأن الحقيقة يبدو أنه في جو عربي اليوم على مستوى الأنظمة طبعا أقصد متقبل وبل مرحب بهذه الصفقة يعني دعينا نكون أيضا صادقين لما نتحدث أولويات العرب لم تعود الأولويات التي اعتدنا عليها يعني فيه هناك هذا شيء أصبح واضحا على سبيل المثال أولوية المملكة العربية السعودية الآن هي التصدي لإيران له مجهة نظر في هذه المسألة يعتقدون بأنه أن إسرائيل حتى وإن كانت تشكل خطر فهي ليست خطر داهم يعني على السعودية وبالتالي إيران هي الخطر الداهم ربما تكون إسرائيل خطر داهم لكنها ليست خطر داهم على سبيل المثال مصر أيضا لها أولويات مختلفة اللي هي الأمن القومي وإلى آخره لذلك أنا سيدة الفاضلة أعتقد بأن تغيير أولويات العالم العربي هي مسألة طبيعية نعم أشكرك جزيل الشكر سيد عبد المجيد سويلم المحلل السياسي كنت معنا من رام الله مجاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعتنا الأخيرة من التلفزيون العربي أشكركم على المتابعة سابعا لكم تحياتي وتحية فريق العمل تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر